بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيَّن لأمته البيان المبين وبلَّغهم أعظم بلاغ وأتمَّ امتفالًا لقول الله عز وجل يا أيها الرسول بلِّغ ما أنزِل إليك من ربك فبلَّغ عليه الصلاة والسلام ما أنزل الله إليه من القرآن والوحي وكان مما بيَّنه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين وهي الفاصل بين الإسلام وبين الكفر قال الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وقال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة ولعظم هذه الصلاة فقد فرضها الله تعالى على هذه الأمة خمسين صلاةً ثم خففت إلى خمس صلوات فكانت خمساً في الفعل وخمسين في الميزان وقد بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة بقوله تارةً وبفعله تارةً وبهما معاً فبيَّن الصلاة بقوله كما في حديث المسيء الآتي وبين الصلاة بفعله فإنهم صلى وقال لأمته صلوا كما رأيتمني أصلي وجمع بين الأمرين فبيَّن ذلك بقوله وفعله فإنه صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم على المنبر فكان إذا أراد أن يسجل نزل فسجد وقال إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي ومن أجمع الأحاديث في بيان صفة الصلاة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً دخل والنبي صلى الله عليه وسلم جالسٌ بين أصحابه فسلم فرد عليه السلام بعد أن صلى ركعتين لا يطمئن فيهما فقال له إرجع فصلِّ فإنك لم تصلي فرجع فصلَّى ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فردِّ عليه السلام فقال ارجع فصلِّ فإنك لم تصلي فردَّده ثلاثاً فلما كان في الثالثة قال الرجل للرسول صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وبين له فقال له إذا قمت إلى الصلاة الحديث هذا الحديث يعتبر من أجمع الأحاديث في بيان صفة الصلاة من تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لهذا الرجل إذا قمت إلى الصلاة ومعنى إذا قمت إلى الصلاة أي إذا أردت أن تقوم إلى الصلاة فالشرط الداخل على الفعل هنا يراد به إرادة الفعل مع قرب وقوعه وذلك أن الشرط الداخل على الفعل في اللغة العربية وفي النصوص الشرعية يريد على وجوه ثلاثة الوجه الأول أن يكون المراد بالشرط الداخل على الفعل إرادة الفعل مع قرب وقوعه كقول الله عز وجل يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وَجُّوا وُجُّهَكُمْ فَمَعْنَا إِذَا قُمْتُمْ أَيْا إِذَا أَرَدْتُمُوا قِيَامُ وكما في هذا الحديث الوجه الثاني أن يكون المراد بالشرط الداخل على الفعل الشروع فيه والتلبُّس به ومنه حديث جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب إحمرَّت عيناه وعلى صوتُه واشتدَّ غضبُه حتى كأنه منذر جيشٍ يقول صبَّحكم ومسَّاكم فمعنى قوله كان إذا خطب ليس المراد إذا أراد أن يخطب وإن من المراد إذا شرع في الخطبة وتلبَّس بها الوجه الثالث أن يكون المراد بالشرط الداخل على الفعل الفراغ والانتهاء من الفعل كقوله عز وجل فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ ومنه أيضاً قول النبي صلى الله عليه وسلم في شارب الخمر إذا شارب فاجردوه ليس المراد إذا أراد أن يشرب وإنما المراد إذا تحقَّق منه الشرب قال إذا قُمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء وقول إذا قُمت يدلُّ على وجوب القيام في الصلاة والقيام في الصلاة رُكْنٌ من أركانها لا تصح الصلاة إلا به لكن يسقط القيام في أربع مواضع الموضع الأول عند العجز فإذا عجز عن القيام سقط عنه لعموم قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم ولخصوص حديث عمران بن حسين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له صلِّ قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب وضابط العجز الذي يُسقط القيام هو ما يُذهب الخشوع بحيث أنه لو صلى قائماً لم يخشى في صلاته ولم يخضع في صلاته بحيث أن هذا الألم أو هذا المرض يُشوِّش عليه صلاته فحينئذ يجوز له أن يصلي جالساً المسألة الثانية مما يسقط فيه القيام في صلاة النفل لقول النبي صلى الله عليه وسلم أجر صلاة القاعد على النصف من أجل صلاة القائم فصلاة النافلة والتطوع يجوز للإنسان أن يُصليها وهو جالس لكن إن صلاها جالساً لغير عذر فله نصف أجر القائم وإن صلاها جالساً لعذر فله أجر القائم لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرِض العبد أو سافر كُتِب له ما كان يعمل صحيحاً مُقيماً فيجوز للإنسان أن يُصلي الصلاة النافلة وهو جالس مُطلَقاً سواءٌ لعذرٍ أم لغير عذرٍ لكن إن كان لغير عذرٍ فله نصف أجر القائم وإن كان لعذرٍ فله أجر القائم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أجر صلاة القاعد على النصف من أجل صلاة القائم المسألة الثالثة أو الموضع الثالث مما يسقط فيه القيام في حال الخوف إذا كان الإنسان خائفًا جاز له أن يُصلي جالسًا ولو كان قادرًا على القيام قال العلماء كما لو كان بينه وبين عدوٍ أو سبُعٍ جدارٌ قصير لو قام لرأاه العدو أو رأاه السبُع فحينئذ يجوز أن يُصلي قاعدًا حفاظًا على نفسه الموضع الرابع أو المسألة الرابع مما يسقط فيه القيام إذا ابتدأ الإمام الصلاة قاعدًا فإن المأموم يجب عليه أن يُصلي قاعدًا ولو كان قادرًا على القيام لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الإمام إنما جُعل الإمام ليُؤتَمَّ به ثم قال وإذا صلى قاعدًا فصلُّ قعودًا لكن المُراد إذا ابتدأ الصلاة قاعدًا وأما إذا ابتدأ الإمام الصلاة قائمًا ثم حصلت له علةٌ فجلس فإن المأموم يُتم الصلاة قائمًا ففرقٌ بين أن يبتدأ الصلاة قاعدًا وبين أن يبتدأ الصلاة قائمًا فإن ابتدأ الصلاة قاعدًا وجب على المأموم أن يُصلي قاعدًا وإن ابتدأ الإمام الصلاة قائمًا ثم حصلت له علةٌ فجلس فإن المأموم يُتم صلاته قائمًا وجوبًا والدليل على هذا التفريق ما جاء في السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته لما استخلف أبا بكرٍ ليُصلي بالناس وفي يومٍ من الأيام أحسَّ النبي صلى الله عليه وسلم بنشاطٍ فخرج من بيته إلى المسجد يتهادى بين رجلين ورجلاه تخطان الأرض فلما رآه أبو بكرٍ رضي الله عنه وهو يُصلي بالمسلمين تأخر فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إليه أن يبقى مكانك ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم جلس عن يسار أبي بكر فأبو بكرٍ قائم والرسول صلى الله عليه وسلم جالس فانتقل انتقلت الإمامة من أبي بكرٍ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فالصحابة رضي الله عنهم صلَّوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس صلَّوا قيامًا لأن أبا بكرٍ ابتدأ بهم الصلاة وهو قائم فوجب عليهم الإتمام وأما إذا ابتدأ الصلاة قاعدًا فإنهم يجلسون ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سقط من الفرس وأصاب قدمه ما أصابه صلَّ جالسًا فصلَّ الصحابة خلفه قيامًا فأشار إليهم أن يجلسوا إذن هذه أربع مسائل يسقط فيها القيام في الصلاة قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء أسبغ أي أتم ومنه قال الله عز وجل وأسبغ عليكم نعمه ظاهرةً وباطنة وإسباغ الوضوء هو إتمامه وهو نوعان إسباغٌ واجب وإسباغٌ مستحب أما الإسباغ الواجب فهو غسل الأعضاء الأربعة التي أمر الله تعالى بها في آية الوضوء فقال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وعيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين هذه الأعضاء الأربعة هي التي يجب تطهيرها اغسلوا وجوهكم هذا الأول غسلوا الوجه والوجه ما تحصل به المواجهة وحده من منتهى شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا والفم والأنف داخلان في الوجه وعلى هذا تجب المضمضة والاستنشاق اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق هذا هو الفرض الثاني وهو غسل اليدين إلى المرفقين يعني مع المرفقين وهنا أيضاً أنبه على مسألة قد تقعوا من بعض الناس وهو أنه عندما يتوضع يغسل كفيه عند ابتداء الوضوء وهذا سنة ثم يغسل وجهه ثم يغسل يديه إذا أراد أن يغسل يديه لا يغسل الكفين يقول قد غسلتهما عند ابتداء الوضوء وهذا خطأ لأن غسلهما عند ابتداء الوضوء سنة وليس واجباً الغسل هنا غسل الكفين عند غسل اليد فرض وواجب ثم قال وامسحوا برؤوسكم فيمسحوا رأسه ولابد من استيعاب الرأس والسنة أن يقبل بيديه ويدبر ثم قال وأرجو لكم إلى الكعبين أي واغسلوا أرجو لكم إلى الكعبين هذا هو الوضوء الواجب أن يغسل الأعضاء الأربع ولذا قال اغسلوا وجوهكم والغسل لا بد فيه من جريان الماء على العضو لا بد فيه من جريان الماء على العضو فلا يجزئ له بل يده بالماء وصار يمسح على وجهه أو يمسح على يديه بل لا بد أن يجري الماء على العضو لأن الغسل لا يسمى غسلاً إلا إذا جرى الماء على العضو أما النوع الثاني من الإسباغ وهو الإسباغ المستحب فهو أن يأتي بما زاد على غسل الأعضاء الأربع من المبالغة في المضمضة والاستنشاق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً ومنها أيضاً تخليل اللحية الكثيفة ومنها أيضاً تخليل الأصابع أصابع اليدين والرجلين وهو في الرجلين آكد إلى غير ذلك مما جاءت به السنة إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم استقبل القبلة فكبر والقبلة هي الوجهة والمراد بها الكعبة شرفها الله وسميت قبلة لأنها تكون قبالة المصلي يعني أمامه ولأنه يستقبلها وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره حينما فُرِضت الصلاة كان يستقبل بيت المقدس لما كان في مكة فكان يُصلي بين الرُّقل اليماني والحجر الأسود فيجعل الكعبة بينهم وبين بيت المقدس ولما هاجر إلى المدينة بقي نحو من ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً وهو يستقبل بيت المقدس وكان صلى الله عليه وسلم يتطلَّع ويتشوَّف إلى أن يُوجَّه إلى الكعبة لماذا؟ لأن الكعبة هي قبلة الأنبياء واستقبال بيت المقدس إنما هو من تحريف اليهود وغيرهم فكان صلى الله عليه وسلم يتطلَّع ويتشوَّف وقد أشار الله تعالى إلى هذا في قوله قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءَ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا إلى أن قال فَوَلِّي وَجْهَكَ شَطْرَ المسجد الحرام وتأمَّل هنا قال قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ مع أن الذي يتقلَّب بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم هو بصره لكن يلزم من تقلُّب الوجه تقلُّب البصر ولا عكس فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يستقبل الكعبة فاستقبال القبلة شرطٌ من شروط في صحة الصلاة لقول الله تعالى فَوَلِّي وَجْهَكَ شَطْرَ المسجد الحرام وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثم استقبل القبلة فهو شرطٌ من شروطها لكن يسقط الاستقبال في مسائل المسألة الأولى عند العجز فإذا عجز الإنسان عن استقبال القبلة سقط عنه كالمريض الذي لا يستطيع التوجُّه إلى القبلة فحينئذ يستقبل ما تيسر له من أي جهة لعموم قول الله عز وجل فأينما تولُّه فثمَّ وجه الله المسألة الثانية في النافلة في السفر فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يُصلي النافلة على راحلته أينما توجهت به أينما توجهت به فيجوز للمسافر أن يُصلي النافلة حال سفره على سيارته ونحوه ولو إلى غير القبلة ولو إلى غير القبلة فقبلته جهة سيره فالمسافر المُتنفِّل له قبلتان قبلةٌ أصلية وهي الكعبة وقبلةٌ فرعيةٌ بدلية وهي جهة سيره فأما إذا لم يستقبل لا القبلة الأصلية ولا القبلة الفرعية فلا تصحُّ صلاته فلو كان متجهاً جهة الشمال والقبلة عن يساره فإما أن يستقبل جهة الشمال التي هي جهة سيره وإما أن يستقبل عن يساره الذي هو القبلة أما إذا لم يستقبل لا هذا ولا هذا فلا تصحُّ الصلاة لأنه لم يستقبل قبلةً لا أصليةً ولا فرعية المسألة الثالثة مما يسقط فيه الاستقبال في صلاة الخوف قال الله تعالى فإن خفتم فرجالًا أو رُكبانًا والمسألة الرابعة عند الاشتباه فإذا اشتبهت القبلة على الإنسان فإنه يصلي إلى ما يغلب على ظنه أنه هو القبلة ومتى اجتهاد الإنسان في الاستدلال على القبلة وصلَّ ثم تبين له أن اجتهاده خطأ وأنه استقبل غير القبلة فلا إعادة عليه فلو فُرِضَ فلو فُرِضَ مثلًا أن رجلًا كان في بردية وحضر وقت الصلاة وأراد أن يصلي فاجتهد في معرفة القبلة وغلب على ظنه أن القبلة في جهةٍ مُعيَّنة ثم تبين بعد ذلك أن القبلة في غير الجهة التي صلَّ إليها فإن صلاته صحيحة لأنه اتقى الله تعالى ما استطاع وقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فأسبقوا الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر أي قل الله أكبر وهذه تكبيرة الإحرام وهي رُكْنٌ لا تنعقد الصلاة إلا بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم فتكبيرة الإحرام رُكْنٌ من أركانها والتكبيرات في الصلاة على أقسام ثلاثة رُكْنٌ وواجِب وسُنَّة رُكْنٌ وواجِب وسُنَّة فأما التكبيرات التي هي رُكْن فهي أولاً تكبيرة الإحرام في جميع الصلوات من فرضٍ ونفل وثانياً تكبيرات صلاة الجنازة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة إن زاد قال العُلَماء لأنَّ كلَّ تكبيرةٍ منها بمثابة ركعة هذا التكبير الذي هو رُكْنُ ثانياً تكبيرٌ هو واجِب وهي تكبيرات الانتقال كالتكبير للركوع والسجود والرفع منه والقيام هذه التكبيرات التي تُسمَّى تكبيرات الانتقال هي واجبة ومعنى واجبة أنه إذا تعمَّد الإنسان تركها بطلت صلاته وإن تركها سهوًا أو نسيانًا فإن كان مع الإمام تحمَّلها عنه وإن لم يكن مع الإمام فإنه يجبر ذلك بسجود السهو وهذا هو الفرق كما سيأتي بين الرُكْن وبين الواجِب إذن التكبيرات التي تكون واجبة هي تكبيرات الانتقال الثالث سُنَّة تكبيرات هي سُنَّة ومنها من السُنَّة أولًا التكبيرات الزوائد في صلاتي العيدين والاستسقاء فالتكبيرات الزوائد التي هي ستٌ في الأولى وخمسٌ في الثانية هذه السُنَّة فلو صلَّى العيد أو الاستسقاء بدون أن يُكبِّر هذه التكبيرات الزوائد فصلاته صحيحة الثاني تكبير المسبوق تكبير المسبوق إذا أدرك إمامه راكعًا فتكبيره للركوع سُنَّة فمثلاً لو دخلت مع الإمام وهو راكع فالأفضل والسُنَّة أن تُكبِّر تكبيرتين أولًا تكبيرة للإحرام وهذه رُكُل والثانية تكبيرة للركوع وهذه سُنَّة لكن لو اقتصرت على تكبيرة الإحرام فقط فقلت الله أكبر وركعت من غير تكبير فالصلاة صحيحة ولو كبرت ونويت بهذا التكبير الإحرام والركوع صحَّ ذلك أيضًا لكن من الخطأ ما يفعله بعض الناس أنه إذا أدرك الإمام راكعًا كبر حال هوية يعني لا يُكبِّر وهو قائم وإنما يقول الله أكبر وهو يهوي وهذا لا تصح صلاته لماذا؟ لأنه لم يأتي بتكبيرة الإحرام وهو قائم من شرط تكبيرة الإحرام أن تأتي بها حال القيام عما حال الهوي فإنه لا يصح إذن هذه هي التكبيرات التي هي سنة إذن التكبير في الصلاة ركن وهو تكبيرة الإحرام والتكبيرات الزوائد في صلاتي تكبيرة الإحرام وتكبيرة صلاة الجنازة والثاني واجب وهو تكبيرات الانتقال والثالث سنة وهي التكبيرات الزوائد في صلاتي العيدين والاستسقى وتكبير المسبوق إذا أدرك إمامه راكعًا فالسنة أن يكبِّر تكبيرتين ولكن لو اقتصر على تكبيرة واحدة فصلاته صحيحة لكن لا بد أن تكون هذه التكبيرة للإحرام ذكرنا فيما تقدم أن التكبيرات التي هي تكبيرات الانتقال واجبة ومعنى كونها واجبة أن الإنسان إذا تعمَّد تركها بطلة صلاته وإن تركها سهوًا أو نسيانًا فإن كان مع الإمام تحمَّل الإمام ذلك عنه وإن كان منفردًا جبر ذلك بسجود السهو وهذا هو الفرق بين الرُّكُّن والواجب الصلاة لها أركان ولها واجبات الرُّكُّن والواجب يشتركان ويفترقان يشتركان في أن من تعمَّد تركهما بطلة صلاته فمن تعمَّد أن يترك الركوع أو قراءة الفاتحة أو أي رُّكُّن من أركان الصلاة بطلة صلاته كذلك أيضًا الواجبات من تعمَّد أن يترك التسبيح في الركوع أو في السجود بأن ركع ولم يُسبِّع عمدًا فصلاته باطلة يفترقان في حال النسيان فالرُّكُّن لا يُجبر لابدَّ من الإتيان به فلو ترك رُّكناً من أركان الصلاة لم تصحَّ صلاته إلا به أما الواجب إذا تركه كما لو ترك تسبيح رُّكوع أو سجود أو تشهُّد أو نحو ذلك فإن كان مع الإمام تحمَّل الإمام ذلك عنه وإن كان يُصلي وحده جَبَرَ ذلك بسجود السهو وهذا كما تقدَّم بخلاف الرُّكْن الرُّكْن لا يُجبر فلو فُرِضَ مثلاً أن شخصًا يُصلي قرأ الفاتحة وقرأ سورة ثم هوى إلى السجود ولم يركع فيجب عليه أن يرجع وأن يأتي بهذا الرُّكُن الذي تركه وهو الرُّكوع حتى لو فرِق أنه سجد السجد الأولى وجلس بين السجدين يجب عليه أيضًا أن يرجع ويقوم ويأتي به فكلُّ من ترك رُّكناً من أركان الصلاة وجب عليه أن يرجع ويأتي به ما لم يصل إلى موضعه من الركعة التي تليها فإذا وصل إلى موضعه من الركعة التي تليها لغت الركعة المتروك منها وقامت الركعة الثانية أو التي تليها مقامها مثال ذلك إنسان مثلاً يُصلي كبر وقرأ الفاتحة ثم هوى إلى السجود لما رفع من السجد الأولى ذكر أنه لم يركع فيجب عليه أن يقوم ويركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين وهكذا أيضًا لو ذكر ذلك في رفعه من السجود الثاني أما إذا وصل إلى موضعه من الركعة الثانية فإن الركعة التي ترك منها هذا الرُّكُل تكون لاغية وتقوم هذه الركعة الثانية مقامها ففي المثال السابق هذا الرجل الذي كبر وقرأ الفاتحة ثم هوى إلى السجود سجد سجدتين ثم قام إلى الركعة الثانية لما أراد أن يركع الركعة الركوع من الركعة الثانية ذكر أنه لم يركع الركوع من الركعة الأولى فهنا لا نقول ارجع وأئتي بما تركت لأننا لو طلبنا منه أن يرجع لأتى بركعة كاملة فنقول الأولى هذه الثانية وهذه الثانية تقوم مقامها ثم قال عليه الصلاة والسلام فكبر ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن ثم قرأة بثم الدالة على التراخي لأن بين التكبير وبين القراءة بينهما شيء وهو كذلك وهو الاستفتاح ولهذا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي الحديث وقول أرأيت سكوتك المراد بالسكوت هنا عدم الجهر وليس المراد عدم النطق فالسنة بعد أن يكبر تكبيرة الإحرام أن يأتي بدعاء الاستفتاح وكل دعاء جاءت به السنة وثبتت به السنة فإنه يصح أن يستفتح به بل الأفضل أن تنوع في أدعية الاستفتاح وأن لا تقتصر على دعاء واحد فتارة تستفتح بهذا الدعاء حتى تفعل السنة على جميع وجوهها الواردة لتتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع أفعاله وأقواله قال ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن أي بعد أن يستفتح يستعيد بالله عز وجل من الشيطان الرجيم ثم يقرأ ما تيسر معه من القرآن وقوله هنا صلى الله عليه وسلم ثم قرأ اقرأ لفظٌ مشترك بين الواجب والمستحب فهو لفظٌ مشترك بين القراءة الواجبة والقراءة المستحبة فالواجب هو الفاتحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وقال كل صلاةٍ لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج فالفاتحة ركنٌ من أركان الصلاة وأما ما سوى الفاتحة فهو سنة فالسنة أن يقرأ في صلاة الفجر بعد الفاتحة سورة وكذلك في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين وكذلك العصر والمغرب والعشاء لكن لو فلغ أنه اقتصر على الفاتحة فقط فصلاته صحيحة وقد جاءت السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في غالب أحواله في غالب أحواله أنه كان يقرأ من المفصل كان يقرأ في غالب أحواله في صلاته من المفصل والمفصل من سورة الحجرات وقيل من قاف إلى آخر القرآن له طوال وقصار وأوساط فطواله من سورة قاف أو الحجرات إلى سورة النبأ عما يتسألون هذا الطوال وأوساطه من سورة النبأ إلى الضحى وقصاره من الضحى إلى آخر القرآن كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ في الفجر من طواله وفي المغرب من قصاره وفي الباقي من أوساطه فيقرأ في الفجر من طواله يعني يقرأ قاف القمر الرحمن الملك القلم إلى غيرها ويقرأ في المغرب من قصاره يعني من الضحى إلى آخر القرآن ويقرأ في الباقي وهي الظهر والعصر والعشى من أوساطه يعني من سورة النبأ إلى سورة الضحى هذا هو الغالب قال العلماء رحمهم الله وفي كون الإنسان أو الإمام يحرص على القراءة من المفصل فيها فائدتان فائدة تعود للإمام وفائدة تعود للمأموم أما الفائدة التي تعود للإمام فهي أنه إذا ارتج عليه يعني أخطأ أو نسي في الصلاة آية يجد من يفتح عليه لأن الغالب أن في المأمومين من يحفظ هذه السور والفائدة الثانية فائدة للمأموم وهي أن تكرار هذه السور سبب لحفظها وكم من أشخاص كانوا أميين لا يقرؤون ولا يكتبون من كبال السن حافظوا المفصل أو كثيرا منه بسبب تكرار الإمام لقراءة هذه السور إذن يقرأ ولهذا قال ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن وسبق أن الفاتحة ركن من أركانها ولكن لو فرض أن الشخص لا يحسن الفاتحة وهذه تحصل في من يدخل إلى الإسلام حديثا أي حديث عهد بإسلام يسلم وهو لا يحسن الفاتحة قال العلماء الفاتحة لقراءتها ست مراتب المرتبة الأولى أن يقرأ الفاتحة إذا كان يحسنها فإن كان لا يحسنها لكن يحسن آية منها كما لو كان يحسن مثلا اهدنا الصراط المستقيم فنقول كرر هذه الآية بقدر آيات الفاتحة سبع مرات فإن كان لا يحسن شيئا من الفاتحة ولكن يحسن سورة من يعني آية من القرآن يحسن مثلا قل هو الله أحد الله صمد لم يرد ولم يوند ولم يقول له كفن أحد نقول كرره بقدر الفاتحة فإن كان لا يحسن شيئا من القرآن مطلقا فإنه يأتي بالذكر الوارد كما في حديث ابن أبي أوفى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله يقول هذا الذكر بدلا عن الفاتحة إذا عجز عنها أو عن بعضها أو عن شيء من القرآن فيأتي بهذا الذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله فإن كان لا يحسن هذا الذكر فإنه يذكر الله تعالى بأي ذكر فلو قال سبحان الله سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله يذكر الله بأي ذكر بقدر الفاتحة فإن كان لا يحسن شيئا وهي المرتبة السادسة وقف بقدر الفاتحة ولا يسقط عنه القيام يعني لا يقول كبر واركع لأن القيام ركن مقصود بذاته ركن مقصود بذاته فيجب عليه أن يقوم بقدر الفاتحة ثم قال صلى الله عليه وسلم ثم اركع حتى تطمئن راكعا الركوع هو الانحناء تعظيما لله عز وجل الانحناء تعظيما لله تعالى والركوع اجتمع فيه ثلاثة أنواع من أنواع التعظيم تعظيم قلبي وتعظيم قولي وتعظيم فعلي الركوع اجتمع فيه ثلاثة أنواع من أنواع التعظيم تعظيم قلبي وهذا يشترك معه بقية أركان الصلاة فأنت حينما تركع تعظم الله بقلبك تعظيم قولي لأنك تقول في الركوع سبحان ربي العظيم وتعظيم فعلي أنك تنحني تعظيما لله عز وجل هذا هو الركوع وهو ركن من أركان الصلاة لقول الله تعالى واركعوا مع الراكعين ولقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا ثم اركع حتى تطمئن راكعا وحد الركوع المجزئ أن تمس يداه ركبتيه إذا كان وسطاً في الخلقة فإذا انحنى بحيث أن يديه تمس ركبتيه هذا هو الركوع المجزئ وقال بعض العلماء حد الركوع أن يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى القيام التام فمتى كان هيئته كهيئة راكع فإن ذلك مجزئ لكن الضابط فيما تقدم هو أن تمس يداه ركبتيه إذا كان وسطاً في الخلقة فإن كان الإنسان قد تقوس ظهره ككبير السن الأحدب قالوا يجدد النية فقط يعني لو كان الإنسان أحدب هيئته وهو قائم كهيئته وهو راكع فحين إذن إذا أراد أن يركع يجدد النية يعني ينوي أنه ركع قال حتى تطمئن راكعا وهذا ركن من أركان الصلاة وهو الطمأنينة وقدر الطمأنينة الواجبة أقل قدر للطمأنينة الواجبة هو أن يأتي بقدر الذكر الواجب يعني من ركع وقال سبحان ربي العظيم فقد أتى الطمأنينة المجزئة إذن أقل طمأنينة هي أو القدر الواجب من الطمأنينة أن يأتي بقدر الذكر الواجب فمتى أتى بقدر الذكر الواجب فقد أتى بالواجب من الطمأنينة قال ثم ارفع حتى تعتديل قائما ثم ارفع فهم منه وعلم منه أنه لا بد من الرفع فلو أن إسانا ركع وفي أثناء ركوعه هوى إلى السجود مباشرة لم يقم فإنه لا يصح فلا بد من القيام ولهذا قال ثم ارفع حتى تعتديل قائما قال ثم اسجد والسجود هو الخرور على الأعضاء السبعة قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار إلى عنفه وعلى اليدين وأطراف القدمين فلا بد أن يضع هذه الأعضاء السبعة على الأرض ويمكنها من الأرض فإن لم يستد على شيء من أعضائه السبعة أو ترك بعضها لغير عذر فإن الصلاة لا تصح لأنه ترك واجبا من واجباتها ولكن ما حكم الصلاة على حائل هل يجوز الإنسان أن يصلي على حائل أو يجب أن تباشر أعضاؤه الأرض مباشرة الجواب الصلاة على حائل تنقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول أن يكون الحائل من أعضاء السجود كما لو أراد أن يسجد وضع يده كذا وسجد أو وضع يديه تحت ركبتيه وسجد فلا تصح الصلاة في هذه الحال والحال الثاني أن يكون الحائل متصلاً بالمصلي من غير أعضاء سجوده متصلاً من غير أعضاء سجوده فهذا أيضاً لا بأس به للحاجة كما لو أراد أن يسجد فيبسط مثلاً غترته أو الشماء ويسجد عليه فإذا دعت الحاجة إلى أن الإسلام مثلاً يسجد على جزء من ثوبه أو جزء من غترته أو عمامته فلا حرج كما في حديث أنس رضي الله عنه أنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض ضسط رداءه فسجد عليه القسم الثالث أن يكون الحائل منفاصلاً عن المصلي كالسجاد والخمره ونحوها فهذا جائز ولكن قال العلماء يُكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه أن يخص جبهته بما يسجد عليه لأن لا يكون متشبهاً بأهل البدع قال ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ثم ارفع حتى تطمئن جالساً وهذا الجلوس بين السجتين فثم أسجد حتى تطمئن ساجداً ثم فعل ذلك في صلاتك كلها فبين له النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أهم أركان وواجبات الصلاة فما ذكر في هذا الحديث فهو واجب إما ركن وإما واجب وما لم يُذكر لا يدل على عدم وجوبه ولهذا بعض العلماء رحمه الله أخذ من هذا الحديث وقال ما ذكر فيه واجب ما ذكر في هذا الحديث فهو واجب وما لم يُذكر فيه فليس بواجب أما المقدمة الأولى وهي أن ما ذكر في هذا الحديث فهو واجب فهذا صحيح أمم سلم وأما المقدمة الثانية وهي ما لم يُذكر فيه فليس بواجب فهذا فيه نظر من وجهين الوجه الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما علَّم هذا الرجل ما أخلَّ به وهو الطمأنينة لأنه صلى صلاةً لا يطبئن فيها فعلَّمه الوجه الثاني أن النصوص الشرعية دلَّت على أن هناك واجبات سوى ذلك ولهذا في حديث ابن مسعود كنا نقول قبل أن يُفرَض علينا التشهُد مع أن التشهُد لم يُذكر فيه هذا الحديث لكن نقول ما ذُكر في هذا الحديث فهو واجب وما لم يُذكر فلا يدلُّ عدم ذكره على عدم وجوبه لأن عدم الذكر ليس ذكر للعدم قال ثم فعل ذلك في صلاته كلها يعني يفعل ما تقدَّم من الركوع والرفع والطمأنينة في الركعات في جميع الصلاة في الركعة الثانية وفي الركعة الثالثة وفي الركعة الرابعة والسُنَّة كما تقدَّم في القراءة أن يقرأ بعد الفاتحة أما الركوع فالسُنَّة كما سبق أيضاً أن يقول في رُكُعِ سُبْحَانَ رَبِّي العظيم ويقول سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالْرُوحِ إن تيسَّر له ففي حديث عائشة رضي الله عنها قالت لما أنزل الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهِ إنه كان توابًا قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يُكْثِرُ أن يقول في رُكُوعِهِ وَسُجُودِه سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي يَتَأَوَّلْ القُرْآن ما معنى يتأول القرآن الجواب يتأول القرآن أن يمتثل القرآن يمتثل أمره فالتأويل هنا التأويل هنا بمعنى امتثال الأمر فعلاً للمأمور وترك للمحظور إما كان نهياً فمعنى قولها رضي الله عنها يتأول القرآن معناه ماذا؟ أي يمتثل أمر القرآن لأن التأويل يعني الفائدة التأويل لفظ التأويل ورد في اللغة العربية وفي النصوص الشرعية على وجوه ثلاثة الوجه الأول التأويل بمعنى التفسير التأويل بمعنى التفسير ومنه قوله يوسف عليه الصلاة والسلام ومنه قول الله عز وجل نبئنا بتأويله وقوله هذا تأويل رؤيا من قبل أي تفسيرها ومنه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل ومنه قوله ابن جرير الطبري التأويل في قوله تعالى كذا أي التفسير هذا المعنى الأول من معاني التأويل وهو التفسير المعنى الثاني من معاني التأويل بيان عاقبة الشيء ومآله بيان عاقبة الشيء ومآله فإن كان خبرا فتأويله وقوعه وإن كان أمرا فتأويله امتثاله بيان عاقبة الشيء ومآله هذا التأويل فإن كان خبراً فتأويله وقوعه تقوله عز وجل هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل يعني ما ينتظر هؤلاء المكذبون إلا وقوعاً حقيقة ما أخبر الله تعالى به وإن كان أمراً فتأويله امتثاله كما في حديث عائشة يتأول القرآن أن يمتذر وتقول مثلاً فلان لا يتعامل بالربا يتأول قر الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا معنى يتأول أي يمتثل المعنى الثالث أو الوجه الثالث من وجوه التأويل بمعنى المعنى الثالث التأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره التأويل صرف اللفظ عن ظاهره فإن دل عليه جليل صحيح فهو تأويل صحيح ومقبول وإن لم يدل عليه جليل فهو تحريف إذن المعنى الثالث من معنى التأويل صرف اللفظ عن ظاهره فإن دل عليه جليل فهو مقبول وصحيح وإن لم يدل عليه جليل فهو فاسد ومردود مثال ما دل عليه الدليل قال الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إذا قرأت هل المرآن إذا فرغت من قرأة القرآن لا إذن نحن نقول إذا قرأت أي أردت أن تقرأ هذا تأويل هذا تأويل لكن دل عليه الدليل وهو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا قال الله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه أتى فعل ماضي ولكن نقول أتى أمر الله أي سيأتي أمر الله بدليل قوله فلا تستعجلوه لأن الماضي لا يستعجل وإنما الذي يستعجل هو المستقبل فهذا التأويل أيضا دل عليه الدليل فيكون مقبولا أما إذا لم يدل عليه الدليل فهو فاسد مردود كتأويل بعض أهل البدع قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى استوى أي استولى وجاء ربك أي جاء أمره جاء ملكه ينزل ربنا إلى السماء الدنيا أي ينزل أمره ينزل ملكه هذا ليس عليه دليل لأن كل فعل أضافه الله تعالى إلى نفسه فالأصل أنه قائم به سبحانه وتعالى إذن مثل هذا التأويل يكون فاسدا يكون فاسدا مردودا فالحاصل أن الركوع والسجود السنة أن يقول فيهما بعد التسبيح سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وإن زاد سبوح قدوس رب الملائكة والروح فهذا حسن ومن أجمع الكتب لمن أراد أن يتوسع في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الجمع ما كتبه ابن القيم رحمه الله في الهدي زاد المعاد في خير هدي العباد جمع رحمه الله الأحاديث فيما يتعلق بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذلك أيضا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني وسماعة الشيخ بن باز وشيخ نبد عثيمين كلهم لهم رسائل فيما يتعلق بصفة الصلاة فيحسن بالمؤمن أن يقرأ مثل هذه الكتب حتى يتفقها في دين الله ليعبد الله تعالى على بصيرة من أمره أسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وهدى وسدادا وتوفيقا وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأن يوفقنا لكل خير وأن يجنبنا أسبابا الشر والردى والهلاك كما أسأله أن يوفق أولاة أمورنا لما يحب ويرضى وأن يعينهم على أداء الأمانة ويسلح لهم البطانة كما أسألوا سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولوالدين ولوالديهم ولجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين إنه جواد كريم بر الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين ترجمة نانسي قنقر